خمس وفايات وستمائة وستم وأربعون إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها في الأردن اليوم وفق التقرير الوبئي الصادري عن وزارة الصحة وبهذه الحصيلة الجديدة يرتفع إجمالي الوفايات إلى تسعة ألاف وثمانمائة أو ثمانمائة حالة منذ بدء الجائحة في حين وصل مجموعة الإصابات التراكمي إلى سبعمائة وأربعة وخمسين ألفا وتسعمائة وسبع وعشرين أما نسبة الفحوصات الإيجابية فبلغت 2.89% من أصل 22352 فحصا مخبريا أجريت هذا اليوم